وبعد اقرار من والدي ان هو مسؤول عن اي حاجة تحصل لي في الكلية وان الكلية ملهاش اي مسؤولية عنه تمام المشاكل التعليم وانت قدرت تتجاوزها بمساعدة البشر وده اللي احنا عايزين نوصل لهم في البرنامج الحقيقة ان تقديم هذا النموذج اللي هو حضرتك يعني بيقول ان المصريين وبرده بس في ناس كمان بتبقى صعبة شوية طبيعي بكل ده وفيه ده وفيه ده بس واضح ان من تسلسل المشوار كده ان حتى زمايلك في اعداد الولاد الصغيرين ما كانوش بيضايقوك لا 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 ما كانوش بيسخروا بيقولوا انت عارف يعني فهذا الشيء جميل لا هذا الشيء كان حلو طبعا عندك مشاكل في التعليم كان عندك مشاكل في الجواز ضروري ده بعد ما خلصت بقى جامعة واشتغلت اثناء جامعة انا عملت ابتكار لجهاز بيبقى برسوق العربية ده كان سنة كم كان؟ ده كان سنة 72 ما كانش بيه كلام منه ما كانش خالص الكلام ده ما كانش بيه حاجة اسمها عربية مجهازة في مصر حتى حاولت الاقي عشان اقدر افك اسمها خليت تجيبها من بره مجهازة خليت تجيبها من بره مجهازة طبعا الامكانيات في الوقت ده كان وقت الحروب والحاجات دي خليش تتكلم بالحب ولا ايه خليها هرجع له بس لا خلينا ديوقت تتكلم خلينا بالحب وبعدين نرجع الى ابتكارات لان دي مرحلة انجازاتك خلينا نتكلم فيها في الاخر اوك وحكي لي بقى حبيت كم مرة عشان تلاقي واحدة لا هو شوف اقول حضرتك حاجة يعني امر طبيعي ان لازم ابقى فاهم ان انا مختلف انا اي حد وان لازم اللي قدامي هيبقى نظرته مختلفة عن نظرة اي عريس او اي شخص بيتقدم لبنته فكنت بحاول ان انا اتفاهم الحتج وحتى لما كان دينا غضب بلا يعني لقى اصلا بص يعني اهم حاجة الانسان ان يقبل نفسه لما الواحد يقبل نفسه ده طبعا ما بيجيش كده ده بيجي من ربنا وتعامل جوه الانسان مين اللي علمك النظرية الجميلة دي اه انت علمتها ازاي من قرياتك من علاقاتك من قرياتي من بعض الناس الوعاظ اللي كانوا بيتكلموا عن حاجات زي كده اه يعني النواحي الدينية ساعدتني كتير فقبلت نفسك قبلت نفسي جدا 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 يعني عارف انا ما عنديش في اي وقت حسيت ان انا بلوم ربنا حتى انه خلقني كده ما حصلتش مهما كان بواجه من مشاكل يعني لما بعمل يعني لما بتعامل مع نفسي بالفكر دوا وبقبل طريقة الناس وبحاول افهم هما بيتعاملوا لي كده ده بيخليني اقدر عدي حاجات كتير اوش نفسي رفع ليك الحقيقة قل لي بقى جوزت ازاي أقول لك هو حاولا لك رفض وعيلته وكله يعني كان فيه رفض طبعا وانا كنت مقدر جدا ما كنتش غضبان ما كنتش غضبان حقيقي بس طبعا بيضايقك ان كنت تحس انك موقف متعلق لا قبر تقول اه ولا لا الانسانة اللي انت بترتبط بها متمسكة بيك بقيت القوة كلها ضد القصة لغاية لما انا كنت في وقت جيت بقى يعني اعرف حسيت ان انا يائس من الموضوع ده فكلمت والدها في التليفون وقلت له بصت انا يعني بعد سنتين وانا بتعرف مع بنتك وخرجنا مع بعض وكده انا صعبة اوي ان انا اقول لها ان انا مش هكمل اذا كانت انت رغبتك ان احنا ما نكملش تعالى نتقابل انا وانت وهي وانا عزمك في المكان الفلاني ونقعد وانت اقول لها من هذه اللحظة ما تقديش فيها وانا مستعدة انقطع عنها تماما وتبقى صديقة عادية وانتو اصدقاء وانا ما عنديش اي حاجة شيئلها من ناحيتك فوافق وافق وافق على الاعداء وافق على الاعداء واجب مدامته واجم وروحنا اقعدنا ومشينا مع بعض واقعدنا وشربنا وما فتحش سيرة في الموضوع ده خلص هفقلش اللي انتو متفقين عليه خلص نهائي بعده حسيت ان فيه شيئ منウقوش فقلت له 돼 sang انا اخدك فصحة في المكان الفلانى ونروح ناعده يوم مع بعض انا حبيت انه يتعايش معني يعانى داعله الشيء المجهول للانسان بيبقى مرفوض لكن عند ما بدى وрать reinventạn ان يقدروا في самого認識 فانا اصدت ان يعيش مع اي يوم فاخدت وقبدينا لحتى وهو برضه قصف جدا وهو فهم فهم يعني حماك تواجل ذكي جدا جدا وفهم الحتة دي وقدنا يوم مع بعض كان يوم جميل جدا وبعدها بعد مرجعنا عدمي هو مرة على اني اروح اندو البيت كان مؤشر خدت يوم انت رايح انا مش فاكر لان هو اقولك اللي حصل ومش عزمني على طول هو احنا روحنا مشوار مع بعض كنت بجيب له كاسة للعربية او حاجة ذاكية قالك تعالى معايا قبل ما يقول لي تعالى معايا كان بالصدفة انا عديت في المكان ووقفنا بالعربية فلقيت عربية وقفة قدامنا وعطلانا الرجل عمال يحاول يدور فمشرت يدور قالت له ممكن ابص عليها ثانية فبصيت على العربية لقيت حاجة بسيطة عملتها الرجل دور العربية ومش عملت تصرف انساني راقي جدا يعني عرفت القالة تصرف نعم تصرف